تأويل الرؤى نعم لا شك أن الرؤى تقع على ما يؤولها به المؤول وكل شيء بتقدير الله سبحانه وتعالى فحتى التأويل بتقدير يعني لو فهمت هذه الجزئية زال الإشكال إن شاء الله تعالى حتى التأويل بتقدير فليؤول المؤول الرؤية إلا بتقدير الله تبارك وتعالى وعلى أي حال فباختصار شديد حتى لو أولت الرؤية أو لو رأت الأخت الرؤية ولم يؤولها لها أحد من المؤولين فإن رأت خيرا فلتحمد الله عز وجل ولا تحدث بهذه الرؤية إلا من تحب وإن رأت سوءا أو شرا فلتستعذ بالله تبارك وتعالى ولا تحدث بها أحدا ولا تخشى شيئا إن شاء الله عز وجل لا يضرها شيء فقد تكون تحزينا من الشيطان وقد تكون حديثا من النفس هذه أقسام الرؤية قد تكون من الرحمن وقد تكون من الشيطان قد تكون من الشيطان ليحزن الشيطان ابن آدم وقد تكون الرؤية حديث نفس يراه الإنسان في النوم فعلى أي حال إن رأت خيرا فلتحمد الله عز وجل ولا تحدث بهذا الخير إلا من تحب وإن رأت شرا أو سوءا فلتستعذ بالله تبارك وتعالى ولا تحدث بها أحدا ولا ضرها إن شاء الله تعالى ما رأته وأسأل الله عز وجل أن يحفظها وأن يحفظنا جميعا بحفظه إنه ولي ذلك والقدر عليك